اه عايز اطلع بعد كده اه على فكرة في فكرة غريبة جدا عرفتها بيقولولي ان احتمال اتحاد الكورة بيطلع له كده فكرة يلعب كاس مصر في الفترة من 19 ل 29 اغسطس معرفش ازاي اه والله معرفش ازاي اهو اتحاد الكورة يستقر على اقامة نهائي كاس مصر 29 اغسطس ازاي معرفش لما لعبه دول 32 عندك 16 و 28 و سيما فينال و فينال اربع متشات تبا الدولي خلص 17 و 8 يلعبه من 19 ل 29 تبا فيه اربع متشات يلعبه زمان الاهلي يلعبه زمان الاهلي بيلعب كده جمعة اتنين خميس جمعة كده يعني كان زمان لما ناخد دروس في المواد يقولك سابت اتنين اربع او حد ثلاث خميس الحصص بتاعتنا فلعبه كده حد ثلاث خميس او سابت اتنين اربع يعني الكاس يتلاقي من 19 ل 29 طب امت فترة الراحة طب امت الموسم الجديد ده اصلا كاس السوبر الافريقي يوم 27 سبتمبر فالناس ما عرفش بتفكر ازاي ما عرفش انها الناس ده فعلا حديثة على الفرقة المصرية يعني كاس السوبر الافريقية يتلاقي ب 27 سبتمبر فالكاس يتلاقي من كم من 19 ل 29 اغسطس طب من 29 اغسطس الماتش يخلص فمن 30 اغسطس ل 27 سبتمبر دول اقل من 30 يوم يعني 28 يوم مطالب الفرقة تاخد راحة سلبية مناسبة بعد موسم شوق جدا مصة على الاهلي والزمالك تحديدا السنة دي والاهلي اكتر يعني الاهلي كمان مشارك في كاس عالم اندية وفي كاس السوبر المصري ودور الافريقي وكاس سوبر افريقي اربع مطولات اكتر من الزمالك السنة دي بجانب دور ابطال افريقيا والدور المصري وكاس مصر وكل بقى الحاجات اللي في النص دي ولعبتوا في المنتخبات وكل الكلام ده الزمالك ده الازمة لما وصل لفاينل وكسب الكولفدرالية فعيش نفس المشوار زي الاهلي في البطولة الافريقية بجانب الدور يوكاسوا برضو كل الحاجات دي يعني طب الناس دي حدرتها امتى تاخد راحة سلبية امتى عرفش الناس في التعادة الكرة هل سألت الاندية هل تواصلت معاها على رأيي كابتن يونس ده من يقول لي هي ليه الناس ما بتقعدش معاها بعض ليه الناس ما بتكلمش بعض يعني ايه السبب يعني هل الناس دي شافت الاندية دي تقدر تشتغل ازاي وامتى وفين يعني من يوم 30 اغسطس ل 27 سبتمبر 28 يوم المطالب تاخد راحة سلبية على الاقل 3 اربعة على الاقل وبعدين محتاج فترة اعداد 3 اسابية يعني انت محتاج على الاقل شهر ونص عشان تقول صباح الخير عشان تقول صباح الخير هل بقى اه اتحاد الكورة عامل حسابها على كده الدور اللي فات الاندية اخدت حوالي 3 اسابيع خلينا اقول الاخر نادي اللعب كان الاهلي برضو لانه كان عنده مطشط ممتدة في الكاس لو تفتكروا مع المصري اخر مطش الختم بالموسم خاب له اسبوعين 3 راحة سلبية رجع يوم 22 او 23 اغسطس انا فاكر وبعدين كان عنده المطش بتاعة سبر الافريقي 15 سبتمبر يعني عامل فترة اعداد حوالي 3 اسابيع نازل ما بقول لكم محتاج سبوعين 3 راحة سلبية وسبوعين 3 اعداد يعني محتاج شهر ونص على الاقل معرفش ما اتحد الكهورة انما اتحد الكهورة الخبر بيقول انه هو بيفكر جدا وربما يعلن انه اااا هيلعب كاس مصري من 19 ل 29 عشان الاتحاد لما يسيب الاتحاد يجي الاتحاد تاني يبقى مسلمه الوديع زي الفل مقفل حاجته ومقفل بطولاته ومقفل كل حاجة معرفش يعني يعني الناس اللي بتفكر زي والله انا مش عارف خليني كمان على فكرة كاس السوبر المصري اعلن على المعادو رسميا والمستضيف طبعا مجلس ابو زابي الرياضي صدقنا العزيز السيد عارف العواني والمع بالتنسيق مع طبعا المتحدة للرياضة يونيتد سبورتس في الفترة اللي هي من 4 الى 7 اكتوبر القادم ادي قدامنا هو دي دعوة المشاركة كاس السوبر المصري 2024 لانديال ابطال ابو ظابي الامارات العربية المتحدة في الفترة من 4 الى 7 اكتوبر 24 نصف النهائي 4 اكتوبر 24 النهائي 7 اكتوبر 24 الفرق المشاركة بطل الدوري بطل كاس مصر بطل كاس الربطة الفريق الحاصل على الكارت الذهبي من اللاجنة المنظمة ليه بقى ده فصرلي للاتحاد عايز يلعب الكاس من 19 الى 29 خلاص انا كده فهمت او مش عارفين من بطل الكاس او مصايح من بطل الكاس وده الكاس لسه احنا في دول 32 هيتلعب اتلعب ماتش البرامدزون نصر وكل الانديها لعبت وبقى الاهلي والاليمونيوم والزمالك مع بروكسي اليومين الثلاثة اللي جايين دول وكاس الربطة الفاينال اول يوم 7 اغسطس كاس الربطة الفاينال يوم 7 اغسطس اللي جاي على فكرة فسابع اغسطس سيراميكا وطلعها الجيش سابع اغسطس فقصة هو عارفين كاس الربطة خلاص هنخلص منه والدورة هنكون خلاصنا بس سمين بطل الكاس فعشان كده يبدو انهم عايزين يخلصوا الكاس يوم 19 اغسطس بالكتير عشان يبقى هو بطل الكاس يشارك في هذه البطولة بعد الاعلان الرسم عنها في الفترة من 4 الى 7 اكتوبر احنا عندنا طبعا الصبر الافريقي اهلي والزمالك هتلاب في السعودية والصبر المصري الابطال هيتلاب في دولة الامارات الشقيقة